منازل وممتلكات تضررت وسيارات جرفت وأبنية حصرت وطرق قطعت وأخرى دمرت هكذا بدأ الحال في المهرة جراء المنخفض الجوي التي شهدته المحافظة وما لحقها من سيول جارفة بين الطرق المدمرة والمقطوعة والحيازات الزراعية المتضررة ينتظر السكان إجراءات حكومية استثنائية في مستوى فدحة الكارثة الطبيعية فقد أعاقت السيول منافذ الدخول والخروج من مدينة الغيظة عاصمة المهرة بعد أن قطعت الخط الدولي الرابط بينها وبين باقية مديريات المحافظة وتسببت بانقطاع الكهرباء وتعليق الدراسة الأولوية التي اتبعتها السلطات المحلية فتح الطرقات وتخليص المنازل من حصار السيول بمختلف الإمكانيات المتاحة ولكن الكارثة أكبر من المتوقع فالأضرار التي ما زالت تعاني منها البنية التحتية للطرقات في محافظة المهرة جراء إعصار تيج الذي حدث قبل السبعة أشهر زاد من عمق الكارثة فالطرق أصبحت غير صالحة وغير قادرة على مواجهة السيول الجارفة وبحاجة إلى تحديثها وسط الدعوات المتواترة بإيجاد معالجات جذرية واستراتيجية ومستقبلية للسيول السنوية لتفادي الكوارث المادية والبشرية تتواصل التحذيرات بتجنب عبور مجرى السيول واستمراره طول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة ترجمة نانسي قنقر